وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خمسة ألاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين سلة غذائية في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس بمحافظة حجة ووضح المركز في بيان أن المساعدات استفاد منها سبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وخمسة وأربعون فردا وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام الفين وأربعة وعشرين ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفا في بلادنا